هس احنا اللي بقى عندنا نيفادا وبقى عندنا فعلياً ويسكنسون وبقت عندنا ميشيقين لحد الآن هي ممحسومة وكذلك عندنا بنسلفينيا وكذلك عندنا نورث كارولاينا وعدنا أيضاً جورجيا إذن هذه هي الولايات اللي لحد الآن مواضح هي وين رايحة متقدمين طبعاً الديمقراطين في نيفادا وفي ويسكنسون وميشيقين وويسكنسون وميشيقين اللعبة هنا بالنسبة للديمقراطين الآن هذه الولاياتين وصلت تقريباً هنانا الاقتراع إلى 96% فرز الأصوات وهنانا وصل إلى 95% بالنسبة لويسكنسون أما نورث كارولاينا وجورجيا يعني لا زالت أيضاً نسبها متقاربة دعنا نحشة على 94% صار فرز و94% فرز أصوات كبيرة جداً سبب كبير في التأخير مثل ما قلنا هي الأصوات المبكرة هساً حسمت لا ما حسمت قريبين من الحسم قريبين من الحسم الآن رسمياً ميشيقين قالوا إحنا إلى يوم الجمعة محتاجين حتى نعلن عن الأصوات جورجيا قالوا إحنا ما نقدر أصلاً نخلص الموضوع اليوم فلذلك هذه القضية وهذه الولايات الموضوع قد لا يحسم اليوم لذلك هذه تنطينا فرصة نلقي نظرة على طبيعة شنو السيناريوهات اللي ممكن هنانا تصير واللي تخلي طبعاً دانالد ترامب رئيساً الولايات المتحدة الأمريكية من جديد أو جو بايدن فلذلك هذا الموضوع إذا ألقينا نظرة مثلاً على اللي صار في 2016 من الانتخابات طبعاً بين هيلري كلينتون وطبعاً دونالد ترامب رح نلاحظ الآن وخلينا نرسم الخريطة على وضعها الحالي أريزونا طبعاً فاجأ جو بايدن بها الديمقراطيين عفواً الجمهوريين وكذلك الآن هو متقدم في ويسكنسون وفي ميشيغن في هذه اللحظات وكذلك طبعاً مين هي صارت طبعاً زرقاء كاملة وبالتالي 270 صوت لجو بايدن هسنا خلينا ناخذ السيناريوهات الآن ما هو السيناريو الأفضل لجو بايدن الآن جو بايدن بحد ذاته أنه يحافظ على هذا الوضع والتقدم في نيفادا ويسكنسون وميشيغن انتهى الموضوع ما يحتاج يفوز بأي ولاية بالمحافظة على ما هو يمتلكه الآن لكن السيناريو الأفضل أيضاً الآخر اللي ممكن ينطي أماناً أكبر للفوز في الانتخابات هي إذا قدر يفوز في بنسلفينيا وإذا فوز في بنسلفينيا مو مشكلة تروح منه ويسكنسون يظل متقدم وفائز كذلك يقدر حتى دونالد ترامب يفوز في ميشيغن ويظل جو بايدن هو رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية فلذلك الآن إذا رجعنا مثلاً على سيناريو آخر ولنفترض أن بنسلفينيا يعني ذهبت إلى دونالد ترامب كما البعض يتوقع ممكن أيضاً يجي له في نورث كارولاينا نفس الحال مع استثناء مثير جداً هنا نورث كارولاينا يقدر هو يستغني عن ويسكنسون إلى دونالد ترامب ويظل فائز في الانتخابات لكن ما يقدر يستغني عن ميشيغن لأن إذا استغنى عن ميشيغن رح ندخل في عملية التعادل في الأصوات وهذه حالة نادرة حالة يعني متى حدثت يعني في أي سنة حدثت لم تحدث فننتقل الملف إلى مجلس النواب وإلى مجلس الشيوخ إذا من حسم في مجلس النواب قضية طويلة عريضة وهو يتوقعون أنه ما رح نوصل إلى هذه النقطة فعلياً فلذلك الآن أيضاً هو الآن بهذا تقدم جو بايدن يقدر أيضاً يروح إلى جورجيا وذهاب إلى جورجيا طبعاً سيعني نهاية كبيرة جداً للتصويت والانتخابات يقدر مثلاً يستغني عن ويسكنسن ما عنده مشكلة يظل هو جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ميشيغن يرجع على الميتين وسبعين فلذلك أحسن السيناريوهات هي بنسلفينيا بالنسبة لجو بايدن أن تضاف إلى التقدم اللي هو محققه وإلى جورجيا لكن النسب قريبة جداً في ويسكنسن وفي ميشيغن ونورث كارولاينة وجورجيا جداً جداً قريبة يعني إحنا ممكن الآن دنحشي والأمور قاعد تتغير في هذه اللحظات أجزاء بسيطة جداً فممكن جداً أنه دونالد ترامب يعود لا نعلم حقيقة سيناريوهات متقلبة سريعة فهذا هو الباثوي أو الطريق بالنسبة لجو بايدن الفوز في الانتخابات وضمان الانتخابات أيضاً إذا ما أجينا نظرنا إلى دونالد ترامب شنو اللي ممكن يسوي دونالد ترامب في هذه الظروف ممكن ببساطة يفوز في ميشيغن فوزه في ميشيغن كافي جداً أنه ينطي الانتصار كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفريق دونالد ترامب الآن يتوقع أنه ميشيغن رح تكون هي إلهم إذا ما تم الانتهاء من عد الأصوات كذلك يقدر مثلاً يفوز في ويسكنسن وأيضاً يبقى طبعاً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما عنده أي مشكلة كذلك دونالد ترامب ممكن أن يجي له في نيفادا مثل ما إجيه جو بايدن في أريزونا اللي هي طبعاً تعتبر ولاية جمهورية بحته ممكن يجي له في نيفادا وبمجرد جيت إلى نيفادا يفوز دونالد ترامب على هذا الوضع لكن طبعاً ندري وممكن يفوز في نيفادا دونالد ترامب لكن ممكن يجي له جو بايدن في بنسلفينيا يفوز طبعاً جو بايدن ممكن يجي له في نورث كارولاينة يفوز أيضاً ممكن يجي له أيضاً في جورجيا أيضاً يفوز فسيناريوهات صعبة جدا السيناريو الأفضل لدونالد ترامب هو أخذ نيفادا طبعا معها أخذ ميشيغن وأخذ ويسكنسون مثل ما قلنا يعني العودة طبعا بالولايتين هي واحدة من أروع السيناريوهات لترامب لكن يقدر يأخذ نيفادا ويقدر يأخذ ميشيغن ميشيغن جدا محورية لدونالد ترامب جدا جدا محورية لأنه إذا أخذها فعليا ستكون هناك 290 صوت حتى لو جو بايدن أخذ بنسل فينيا رح يظل دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لو إجالة في نورث كارولاينة يظل ترامب متقدم وحتى لو إجالة في جورجيا رح يظل دونالد ترامب متقدم فهذه طبعا نيفادا يعني على الرغم هي تعتبر ولاية نوعا ما ديمقراطية وتوقع أن الديمقراطيين يأخذوها لكن النسب قريبة قريبة جدا تشبه تماما النسب المتقاربة اللي موجودة في ميشيغن وويسكنسون في هذه اللحظات لذلك هذه حقيقة السيناريوهات قابلة للتغير يعني ممكن في أي لحظة وويسكنسون وميشيغن تذهب إلى دونالد ترامب ويعود جو بايدن في نورث كارولاينة وجورجيا وأيضا يعتبر فائز يحتاج ترامب أن يسوي شيء الوضع على ما هو عليه وضع مقلق وضع كل تكهنات ترامب يعتقد بأنه هو رح يكون الفائز في الانتخابات الأمريكية وجو بايدن يعتقد أن الأمر أصبح مريحا انقلاب سريع بعد كلمة جو بايدن وبعد رد دونالد ترامب بتويتر على جو بايدن وظهوره في كلمة انقلاب سريع جدا مفاجئ الوضع هو بهذا الشكل حاليا وهذه هي السيناريوهات بالنسبة للطرفين لقد تحطب غالبت بيزرோ س leadم بايد LA وديپ ب Desktop هل إجادило سنة فم شكرا